موسيقى أهلا بكم دبلوماسية الزلازل لا تشبه أي دبلوماسية أخرى ولعلها أصعب من دبلوماسية الحربي منذ الفجر الأول بعد الزلزال نشطت الدبلوماسية السورية لحث العالم على مساعدة سوريا والسوريين عبر رفع الحصار وإسقاط العقوبات التي تجعل تبعات الزلزال ومحنة المنكوبين منه مضاعفتين كان ذلك تحديا كبيرا نجحت فيه سوريا حتى الآن بنسبة كبيرة للحديث عن ذلك وضمن تغطية سوريا تركيا إرادة حياة نستضيف الدكتور عماد مصطفى سفير سوريا في واشنطن وبيجين سابقا ومدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية والمغتربين حاليا أهلا وسهلا فيك دكتور اليوم أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية الترخيص السوري رقم 23 جي أل والذي يسمح لمدة 180 يوما بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال والتي كانت محضورة بموجب لوائح العقوبات السورية ما الذي يعنيه هذا القرار وما الذي يتيحه ولمن هو مواجه أسعد الله مساءكم جمهور الميادين الكريم يصرني دائما أن أطلع برشاشتكم ولسيما معك ستة ديمو طبعا القرار الذي أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية اليوم يعكس طرق تفكير داخلية في الإدارة الأمريكية أكثر مما يعكس رغبة أمريكية حقيقية بمد يد المساعدة إلى الشعب السوري أو على الأقل التوقف عن منع وصول المساعدات إلى الشعب السوري القرار يبدو بقيمته الورقية ممتازا ولكن على أرض الواقع هناك عشرات التفاصيل الصغيرة والأمور التي ستعيق تطبيقه إلى درجة كبيرة إذا نعود إلى الحديث عن القرار يوقف تنفيذ العقوبات التي ستطبق على طرف ثالث إذا قدم يد المساعدة إلى سوريا الحقيقة بعد أن يصدر القرار سيجد تجد الكثير من الشركات نفسها أن الأمور غير واضحة بالنسبة لها هي دائما تحاول أن تتوخى الحذر لا تريد أن تقع في مشاكل مع الإدارة الأمريكية وبالتالي الكثير من الشركات التي سترغب بأن تبيع تجهيزات طبية أو تجهيزات إغاثة أو تجهيزات ميكانيكية للمساعدة على رفع الأنقاض ستجد أنه صحيح أنها قرأت في وسائل الإعلام ويمكنها أن تدخل إلى موقع وزارة الخارجية الأمريكية أو موقع وزارة الخزانة الأمريكية لكي تقرأ هذا القرار ولكن تعودنا في الماضي أنه دائما هناك تفاصيل كثيرة جدا وورقيات كثيرة تجعل هذه الشركات أو المؤسسات أو حتى الدول تتردد في الإقدام على شيء قد يسبب لها الكثير من الصداع في المستقبل يعني لا تريد أن تورط نفسها في إجراءات ومساءلات قانونية لتوكل المحامين لكي يدافعوا عنها ويقولوا نحن التزمنا بالاستثناء الذي أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية في المستقبل يعني أنا أتوقع أنه تكون آثار الإيجابية موجودة بس ضئيلة وليست مهمة يعني برأيك أنه لن يكون كما هو مصور على أنه تحلحه الكامل من قانون قيصر وبنود وقرارات هذا القانون لمئة وثمانين يوما هذا غير دقيق أشك في هذا كثيرا ولكن لنرى سنجرب وسنختبر علمتني التجربة خلال عملي السابق في الولايات المتحدة الأمريكية أنه آخر حساب تحتسبه الإدارة الأمريكية والقضايا الإنسانية أو القضايا غير المسيسة هي تسيس كل شيء على الإطلاق ويعني أنتم كما تلاحظون منذ أن حدث هذا الزلزال الكارثي في سوريا والدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية تحاول تستغلاله سياسيا ففي الوقت نفسه الذي تقول فيه أنها ستساعد الشعب السوري هي تقريبا لم تقدم شيء أعتقد أنه عملية تعليق تطبيق العقوبات المتعلقة بالإغاثة هو أمر نتيجة ضغوط داخلية أمريكية أكثر ما هو أمر يعبر عن الرغبة الحقيقية والصادقة للإدارة الأمريكية وبالتالي لأنه حتى كان هناك أجندة زمنية لتطبيق القرار صحيح بتقديرك دكتور هل يمكن للعمل الإنساني أن يرتبط بأجندة سياسية؟ هل تكفي 180 يوما لإستقدام كل ما تحتاجه سوريا من أجل إزالة على الأقل تبعات هذا الزلزال؟ هل يكفي هذا الزمن؟ هذا إثبات آخر على أن عملية التعليق هي شكلية أكثر ما هي حقيقية المدة قصيرة جدا طبعا كما تلاحظين لا شك أن هناك قضايا تتعلق بالإغاثة العاجلة والفورية لأناس في المستشفيات والمستوصفات وربما بعضهم تحت الأنقاض سواء كانوا لا يزالوا أحياء وإن كانت الفرص تتضاءل مع مرور الوقت أو أنهم انتقلوا إلى رحمة ربهم ولابد من إخراج جثثهم على الأقل ليتاح هدفنهم بكرامة ليقب إنسانيتهم ولكن هذا يحتاج إلى تجهيزات عملية التعاقد وعملية التحويل المصرفي والمالي عملية معقدة نحن نشك وأننا سنستفيد كثيرا من تعليق هذا القرار لمئة وثمانين يوما أعطيكي مثال ست ديمة الكثير في غموض هم يقولون للأغراض الإغاثة الإنسانية طيب يا ترى إذا أردنا أن نشتري بولدوزر ونحضره لإزالة الأنقاض هل سيتم تعريفه بأن هذا سيشتغل لأغراض إغاثة إنسانية أم لفتح طريق وبالتالي يؤدي فتح طريق دولي للوصول إلى قرية منكوبة أو بلد منكوبة يؤدي إلى تعريفه بأنه يعتبر نوع من أنواع إعادة الأعمار موجه هذا القرار إلى من يريد أن يدعم سوريا وليس أن تستفيد منه سوريا والله موجه بالدرجة الأولى للاستهلاك الإعلامي أنا هذا رأيي لو كانوا صادقين لما وضعوا الشروط والفترات الزمنية القصيرة ومع ذلك قد يتيح لبعض الدول ذات العلاقة الجيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي تريد أن تساعدنا أن تستكبر بهذا الزمن هذا مثال جيد يعني شعب السوري في مواجهة قيصر بعد ستة أشهر والله سيظل حتى اليوم في مواجهة قيصر تعليقه هو تعليق جزء مرتبط بما يسمى الإغاثة الإنسانية والتفسير وطريق التفسير ماذا يندرج تحت بند إغاثة الإنسان وماذا لا يندرج سيظل بأيدي وزارة الخزان الأمريكية وجهها بذتها دكتور ما الذي وصلكم حتى اللحظة من الرسائل التي أرسلت إلى الأمم المتحدة أو حتى إلى الاتحاد الأوروبي لحث دول العالم على مساعدة سوريا أنا أعتقد أن الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لم تقصر إطلاق واستجابتها كانت ممتازة ونحن بالمقابل نتعاون معهم بشكل هائل تفقنا على الكثير من الإجراءات التي ستسهل عملهم ستسهل جلبهم للمساعدات الإنسانية العاجلة ستسهل مجيء أناصرهم وكوادرهم هم لا يقصرون بس هم أيضا محدودين بأمرين أولا الأجندة المفروضة عليهم من قبل الدول المانحة هذا موضوع بالغ الحساسية لديهم والموضوع الثاني ضعف الإمكانات المادية المتوفرة لديهم أنت تقصد بعض الأمم المتحدة الموجودة في سوريا حتى خارج سوريا حتى الوكالات في مراكزها الأساسية يعني لا توجد لديهم ميزانيات مفتوحة وسوريا ليست أولوية بينما تتدفق الأموال على تركيا وهي أيضا منكوة طبعا والشعب التركي أخوتنا في الإنسانية ولكن أيضا أجزاء كبيرة من المناطق المنكوبة في تركيا في جنوب تركيا يقطنى مواطنون سوريون أنا أسرتي شخصيا تنحدر من أنطاقيا ويمكنك أن تفهمي في لواء الإسكندرون وفي كيليكيا هناك مئات ألاف الأسر ذات الأصول السورية نعود الآن إلى قضية وكالات الأمم المتحدة سواء منها التخصصية أو أو حتى الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي فقط للمقارنة اليوم أعلن البنك الدولي عن منحة لتركيا بحدود مليارين دولار إلا قليلا للمساعدة في عملية الإغاثة وإعادة الأعمار الاتحاد الأوروبي لا يقدم إلا شروى نقير فأنا أعتقد أنه معظم ما يقدمه الاتحاد الأوروبي هو فقط لكي لا تسقط آخر ورقة توت عنهم آخر ورقة تين أقصد عنهم لأنهم أبعد ما يكونوا في فرضهم للإجراءات القصرية وحادية الجانب التي يدعونها بالعقوبات وهي ليست عقوبات مفروضة من قبل الأمم المتحدة بل من قبلهم كما الدول منفردة هذه العقوبات جعلت حياة السوريين شبه مستحيلة وفي ضائقة كبيرة قبل الزلزال فنا هيكي عن بعد كارثة الزلزال إذن الأمم المتحدة متجاوبة ولكن محكومة بالأجندة السياسية محكومة بقضيتين الأولى ضيق ذات اليد والثانية الأجندة السياسية للدول المانحة تمام وبما يتعلق بالاتحاد الأوروبي أعلن قبل يومين بأنه قد وصلت إليه رسالة مواجهة من وزارة الخارجية السورية بماذا أجابوا عليها؟ قال الاتحاد الأوروبي لجميع الدول الأوروبي من يريد أن يستجيب فليستجيب يعني إذا تفكري مليا بهذا ستري أنه هي استجاب خجول إلى الغاية أقل بكثير جدا جدا مما نتوقعه أو مما يزعمه لنفسه هم يزعمون دائما تمسكهم بالقيام الإنسانية العليا ويخاطبون الآخرين من علن دائما ويزعمون بأن لديهم مبادئ ونظم نظمة لتفكيرهم السياسي وأنهم لا يخلطوا بين التوجهات الإنسانية والسياسية والسياسات ولكن هذا الحقيقة للأسف الشديد غير صحيح هل تقبلون دكتور عماد بأن يكون مثلا هذا الدعم يأتي مثلا عبر أو يسلم مثلا لمنظمات محلية لمنظمات غير حكومية إذا كانت الحساسية بأن لا تصل هذه المساعدات أو هذه المنح للدولة السورية للحكومة السورية هل يمكن الموافقة؟ هل أبديتم مثلا هذا الأمر؟ طبعا نحن الآن لا نفكر إطلاقا بآلية وكيفية وصول المساعدات لشعبنا شعبنا بحاجة إلى الشعب منكوب التحديات كبرى وعظيمة طبعا نحن نرحب بأي مساعدات تأتينا تقدم إلى الهلال الأحمر العربي السوري الصديب الأحمر الدولي يعمل على الأرض السورية نحن نرحب به هناك الكثير من المنظمات الأخرى المرقص لها الأجنبية المرقص بالعمل على الأرض السورية هناك الأمان السورية للتنمية هناك الكثير من المنظمات غير الحكومية والأهلية المرقص لها للعمل في سوريا أي مساعدات تأتيها يعني لا توجد لدينا أي عوائق بالعكس نشجع ونرحب يعني لم يتم الاشترات بأنه حسن أبدا نحن نفهم ونتفهم أن هناك الكثير من المؤسسات الخيرية والمنظمات الإنسانية الموجودة في الغرب أو حتى في دول أخرى مثلا في اليابان التي ترغب بأن تقدم يد العمل للشعب السورية تخاف من قضية التسييس الغربي الأمريكي الأوروبي لموضوع المساعدات إذا قدمتها مباشرة للحكومة السورية فهي تتساءل عن إمكانية تقديمة مثلا عبر الهلال الأحمر العربي السوري نحن نرحب تماما بتقديمة عبر أي منظمة مرخص لها للعمل في الأرض السورية وداخل سوريا دكتور عماد حضرتك كنت سفير سابق في واشنطن وخبرت الذهنية السياسية الأمريكية برأيك هل يمكن لهذا المصاب السوري أن يجعل الإدارة الأمريكية تراجع في موقفها باتجاه العقوبات المفروضة على سوريا أو على الأقل أن يكون هناك تخفيف منها خارج قرار وزارة الخزانة الأمريكية أنا أقصد الإدارة الأمريكية هل يمكن أن تخطو خطوة إلى الأمام خاصة أننا نشهد هذا الاستفزاز الكبير هذا الشحن ضد السياسة الأمريكية باتجاه مثل هذا الأمر الإنساني الهائل سدي ما أنا أستبعد ذلك ولكن ما أريد قوله هو التاج نحن لا نريد مساعدات منهم لينسحبوا من الأماكن التي يحتلونها الآن في سوريا ولسيما حقول النفط والغاز وهذا سيكون بالنسبة لنا خطوة اقتصادية كبيرة بالاعتماد على مواردنا الذاتية هم يمنعوننا من الحصول على مواردنا الذاتية حقوقنا هم يسرقون وينهبون ثرواتنا الوطنية أنا أقصد برفع العقوبات أو تخفيف منها وليس تقديم مساعدة أنا ما أريد قوله أنه فلينسحبوا من حقول النفط والغاز وهذه خطوة كبرى بالنسبة لنا إلى الأمام لا نريد منهم شيء طبعا العقوبات التي يفرضوها هي عقوبات تضر بحياة المواطن السوري اليومية كل مواطن سوري في كل قرية سورية في كل بلدة في كل مدينة يتأذى تأذيا كبيرا من هذه العقوبات حتى إذا عنده أهل يعملون في الخليج أو في أفريقيا ويريدون تحويل مبالغ مالية بسيطة لهذا المواطن هناك موانع حائلة تمنع هذا التحويل بسبب الإجراءات الأمريكية القصرية وحادية الجانب والتي هم يسموها بالعقوبات ما أريد قوله أنه منظومة السياسية الأمريكية وخبرتي وفهمي لي كيف تعمل الآل السياسية في باشنطن أنا أعتقد أنه حتى اليوم بعد أن أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية هذا الإجراء الذي يقضي بتخفيف تطبيق العقوبات على سوريا لمدة أعتبرها قصيرة جدا وهي 180 يوم ومشروطة بالإغاثة الإنسانية أعتقد الآن هناك جهات ناشطة على الساحة في واشنطن وغيرها من المدن الأمريكية الكبرى التي بدأت بالعمل فورا لنقض وتفريغ هذا القرار من روحه سيأتون بالمزاعم والفبركات الإعلامية وسيقولون لقد استخدمت سوريا هذا الإجراء لكي تشتري الأسلحة والذخيرة أو لتقوم بكذا أو لتقوم كذا يعني أنا أعتدت تماما على آلية عملهم التي تتسم بالقبح واللا أخلاقية لذلك لست متفائلا بالنسبة لقرار وزارة الخزانة الأمريكية على كل حال هم أصدروا هذا القرار ونحن سنبزل أقصى جهدنا للاستفادة منه لتخفيف معاناة شعبنا لن نتردد في محاولة الاستفادة منه ولكني أتوقع الحذر في أن أتفائل بأن هذا القرار سيكون له مفاعيل حتى بالقدر الإيجابي الذي يبدو عليه الآن يعني على الأقل يحسب ربما دكتور عماد بأنه استطاع هذا الضغط الأعلامي أو الشعبي على مستوى العالم بأن يحرك حجر على الأقل في هذا الطريق ربما ولكن أعتقد أنه هذا سيكون لفترة قصيرة ولأثر محدود يعني أنظري إلى الإعلام الغربي اليوم منذ أن بدأت هذه الكارثة منذ أن حصلت حتى هذه اللحظة أنظري إلى حالة إعادة إحياء وتمجيد مثلا تنظيم الخواز البيضاء الإرهابي يعني يكاد أن يكون الإعلام الغربي يغطي سوريا كلها تغطية سريعة ثم يركز دائما على مناطق تواجر الأرهابية طبعا إزدواجية المعارير باتت أمران لذلك أنا حتى عندي تساؤلات عن هل حق الإعلام الغربي مارسة ضغطا أدبيا ومعنويا على الإدارة الأمريكية والحكومات الأوروبية لكي تبدي بعض المرونة لنرى ذلك دكتور نحن تحدثنا بأنه الخارجية السورية سارعت منذ اللحظات الأولى بإرسال الرسائل بإصدار بيانات وأيضا بإجراء الاتصالات لأن حتى حلفاء سوريا يقومونهم بالمقابل أيضا باتصالات وحشد المساعدات وتحريك ربما بعض الأروقة الدبلوماسية لدول قادرة على أن تتجاوز العقوبات أو الحصار الأمريكي على الأقل بمنطق إنساني البعثات الدبلوماسية السورية اليوم ما الذي تفعله؟ الحقيقة من أجل العدل والأنصاف أقول البعثات السورية اليوم في الخارج تنشط نشاطا كبيرا جدا هي تستنهض همم الجاليات السورية الموجودة في الخارج ولكن أيضا الكثير من الجمعيات الإنسانية والخيرية الموجودة في الخارج تتصل تتواصل مع هذه السفارات والبعثات وتستفم منها عن طرق تقديم المساعدات وإيصالها إلى سوريا السفارات كلها مستنفرة أنا على سبيل المثال بسبب أنه كنت سابقا في بكين أتحدث على الأقل ثلاثة أو أربع مرات يوميا مع سفيرنا الحالي في بكين السفير محمد حسنين خدام كان يحدثني على الأقل منذ ساعتين وكان مندهشا من رد فعل الشعب الصيني العظيم في تقديم المساعدات الفردية للشعب السوري فهم يتواصلون يعني حتى هو يقول لي السفارة لا تتحمل حتى ضغط الرد على الهواتف من المواطنين الصينيين الذين يستفسرون عن إمكانية تقديم الهبات والمساعدات إلى الشعب السوري عن طريق السفارة ولكن هذا لا يعني أنه فقط سفارتنا في بكين الحقيقة جميع السفارات دون استثناء تتلقى المساعدات والهبات عينية ونقدية وكلها تتواصل عبر الأقلية الصحيحة مع وزارة خارجية هنا في دمشق لكي تؤمن إيصال هذه المساعدات إلى شعبنا في سوريا دكتور تونس قررت يوم أمس رفع تمثيلها الدبلوماسي في سوريا كيف تقرؤون هذا القرار؟ وهل يمكن لدول عربية أخرى أن تحدو حذوها وأن تعيد فتح سفاراتها مجددا في سوريا؟ أولا نحن نبدأ أولا بتوجيه الثناء الحار لجميع الدول العربية التي لم تتردد إطلاقا في إرسال طائرات المساعدات التي نزلت في مطاري حلب ودمشق محملة بالمساعدات وهي تتوالى لم تتوقف حتى الآن وعبر الخارطة العربية الغالبية العظمة باستثناء دولتين أو ثلاث فقط سارعت فورا إلى أرسال هذه المساعدات دون أي تردد هم في النهاية أخوتنا وأشقائنا العرب نحن شعب واحد يربطنا بهم تاريخ مشترك ومصير مشترك وتطلعات مشتركة ألمنا هو ألمهم وألمهم هو ألمنا هل توجد استثناءات؟ نعم هل نحن مصدومون بهذه الاستثناءات؟ نعم ولكن لحسن الحظ هي قليلة جدا جدا الغالبية العظمة من الدول العربية سارعت فورا إلى أرسال المساعدات وإلى التواصل معنا أذكر على سبيل المساعدة برفع التمثيل الدبلوماسي يلا سأأتي إلى ذلك بس يجب أن أذكر أيضا المكالمة المهمة جدا وبعد فترة غياب طويل بين رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس السيسي والسيد الرئيس بشار الأسد وأيضا مكالمة من وزير خارجية مصر لوزير خارجيتنا ومجيء الطائرات المصرية محملة بالمساعدات هذه كلها مؤشرات إيجابية جدا أنه في وقت الشدة والصعوبة العرب يتناسوا خلافاتهم الجزئية والصغيرة تونس طبعا كانت أيضا مبادرة اليوم هناك عمال إنقاذ تونسيين يعملون في حلب الطائرات التونسية جاءت محملة بالمساعدات الرئيس التونسي اتصل بالسيد الرئيس بشار الأسد وعبر عن تضامن تونس مع سوريا وأيضا وزير خارجية تونس تصل بوزير خارجيتنا وأبلغه بأن الوقت غضحان لاستعادة الدفع في العلاقات الدبلوماسية أيضا وهذا مؤشر جيد ونأمل أنه الدول العربية القليلة المتبقية القليلة يعني الآن هناك بضع دول عربية فقط لا يوجد لديها تمثيل دبلوماسي في دماشق نأمل أن تحذو هذا تونس دكتور تحدثت عن طائرات المساعدات وطبعا الكثير من الدول العربية التي كانت بصورة جميلة جدا في دعمها لسوريا كسرت الحصار والتهديد الأمريكي حتى الذي يلوح بوضعها على قائمة عقوباته أرسلت هذه الطائرات وهذه المساعدات ما الذي يمنع استمرار ذلك يعني ما الذي سيمنع هذه الدول طالما تحدث الأمريكي في هذه اللحظة لماذا لا تستمر في تحديه وتعيد العلاقة مع دماشق وتكسر هذا الحصار على الأقل نكون أمام كسر لحصار عربي عن سوريا أوافقك الرأي تماما وأعتقد أن هذه فرصة سانحة لهذه الدول العربية لأن تقول للولايات المتحدة كفا هذا بلد شقيق ولنا مصالح استراتيجية وتاريخ مشترك ومصير مشترك معه نعتقد أنه حان الوقت لفتح صفحة جديدة مع سوريا أنا متفائل جدا من هذا المطل أنا غير متفائل بما ستقدمه الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية لنا ولكنني بالعكس تماما متفائل وقلبي دافئ جدا عندما أراجع ما يتجري الآن بيننا وبين الدول العربية فأنا أؤيدك وأعتقد أنه المستقبل سيذخر بالكثير من التطورات الإيجابية في العلاقات العربية السورية خاصة أنه بعض هذه الدول دكتور قالت لا للأمريكي بما يتعلق بموضوع زيادة إنتاج النفط في قرارات كثيرة جرب الأمريكي أن يضغط عليها صحيح لتجاوز تبعات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أو حتى بعد كورونا تحدده صحيح كلامك صحيح تماما ولذلك أنا أكثر تفاؤنا بكثير بأن كما يقال أحيانا من بطن المصيب يظهر بعض الخير من هذه المصيب الكبرى التي أصابت سوريا سيظهر بعض الخير على صعيد العلاقات السياسية والدبلوماسية السورية مع العديد من الدول العربية هذه العلاقات كانت قائمة ولكن بعضها كان يتسم ببعض الفتور أو البرود الآن هذا الفتور أو البرود زال وتحول إلى دفء بل إلى حرارة ولذلك عندما أنظر إلى الغرب إلى الاتحاد الأوروبي ودوله وإلى الولايات المتحدة الأمريكية لا أشعر بالكثير من التفاؤل ولكن عندما أنظر إلى الساحة العربية أعتقد أن الصورة مختلفة كليا دكتور عباد مصطفى السفير السابق لسوريا في واشنطن وبيجين وأيضا مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية والمغتربين شكرا جزيلا لك شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة